أهلا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرك سني أو شيعي شيعي معاك محمد العلي من السعودية طب تفضل كيف الحال الحمد لله أنا عندي سؤال عن مذهبك شيخ وليد نا والله النهار ده فيه سؤال مطروح الآية من سورة الأنفال عايزين نعرف مين المهاجرين والأنصار الذين قال الله عز وجل عنهم أولئك هم المؤمنون حقا الصحابة ولا أيها الصحابة مين أيها الصحابة مين أنتو اللي تسمون اللي نسمون أنتو لا هم شف أنت عندكم تعظيم فهم أنهم ما يغلطون أفكار يعني يا أستاذ الآية دي تنسف معتقد الشيعة بأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن بكرة أبيهم إلا ثلاثة أو أربعة كم مين الإشكال أيها الآية دي تهدم معتقد الشيعة في أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن بكرة أبيهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرتدوا وكيف الله عز وجل يصفهم بأنهم مؤمنون حقا مش جميع مش كلهم أيها حتة منهم لكن هم مين برضو الحتة دي مين نفسي فهم يعني الحتة دي من 120 ألف يعني أدي مش كثير لا لا تحسب أنهم أيها مين أدي معلش يعني أدي يعني تخيل أنت 120 ألف صحابة والله عز وجل يقول عن جزء منهم أولئك هم المؤمنون حقا ماشي يعني لكن مين أدي يعني تخيل كده أدي من 120 ألف أهل البيت مثلا كلصان طيب ليه ما أريفهم كلصان طيب أنت طيب بس حلو إيه تاني لا يعني أنا ما أريفهم أيو أيو كلصان طيب بقول لك كلصان طيب بعيد عليك يعني حبيب أنا ما أريفهم أيو أنت بتقول لي هم أهل البيت بقول لك كلصان طيب ما أقول لك أكتر من كد ما هم منهم يعني أنا ما أريف أنا ما أعرف صراحة ما أعرف عن هذا الموضوع ولكن أنا عندي بعض مشاكل مع معتقدات بحل السنة يعني أنت سايب يعني ما عندكش مشاكل في معتقدات الشيعة لكن المشاكل كلها عندك في معتقدات السنة إيش المشاكل اللي عندنا أنت ما عندكش مشاكل أنا من اللي ظاهر لي لا طيب ماشي نديك أول مشكلة إيه رأيك لو أنت أختك الصغيرة جات لك قالت لك يا خويا في واحد عايز يتمتع بي هتقول له إيه أختك بكري لسه بكري لسه وقالت لك عندك في مذهب الشيعة هي بتسألك أخي ليها أكبر تمام بتقول لك بص عندنا أحاديث تقول إنه لا يجوز التمتع بالبكر إلا بإذن أبويا وعندنا أحاديث بتقول يجوز التمتع بالبكر بدون إذن أبوها فتقول لك يا خويا إيه رأيك أقول لأبويا ولا ما أقول لأبويا إنت هتقول لها يتقول ولا ما تقول شي هلو شاكو راح ياخد الإذن لا والله ده موجود بس الإنترنت ضعف ده لا موجود تريد من دخل في الغرفة اللي جوة موجود ما فيهش إنترنت أو رجع تاني سمعتني أو لما سمعتني إيش أعيد لك سمعت السؤال سمعت السؤال أه تفضل أي نعم إذن الولي يعني ما ينفعش أنه هو يتمتع بالبكر بدون إذن الولي وإحاديث ثانية ينفع أنه يتمتع بالبكر بدون إذن الولي يعني ممكن بإذنه وممكن من غير إذنه فإيه رأيك لا هذه الشياء ما سمعت فيها ولا عرفها ليه ليه ما سمعتش فيها تحب جبلك أنا بقلع حديث دي كلها دلوقت وحطها قدامك وتسمع فيها دلوقتي من وين أي من وين من أي مصدر من أي مصدر أحب أنا اللي أقولي من أي مصدر ولا نازل أموت في اللي أقولي من أي مصدر سواني يكون عندك كل حاج خليك معا ما نمشيش ليش أمشي أنا خايف ولا بأهرب أنا ولا مليك تمام بص كده رسالة المتعة للشيخ المفيد صفحة عشر بيقول إيه هنا وبالإسنان إلى أحمد بن محمد بن عيس رجالي مرفوعا إلى الأئمة عليهم السلام منهم محمد بن المسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذنق بيها ها أفل ليه طيب ده أنا لسه ده أنا لسه مجبت لهوش البيتر ده أنا لسه مجبت لهوش والله سمعته سمعته قفلت الباب في وشي سمعته قفلت الباب في وشي وعن جميل ابن دراج حيث سأل الصادق عليه السلام عن التمتع بالبكر قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفضي إليها كراهية العيب على أهلها الله المستعان والله أنا قلت حقا غلط يقولنا يعني أنا قلت حقا غلط ترجمة نانسي قنقر